الرابع صباحاً الثانية بالتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم عاد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الكويت التقى خلالها مع الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة وذلك في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري كما ثمن السيد الرئيس على مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الدين السيادي والنخبة وخلال كلمة من مقار البيت الأبيض أكد بايدن أن ما أقدم عليه بوتين يتطلب ردا حاسما وسريعا من قبل المجتمع الدولي مشيرا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق ومن جانبه أعلن الكريملين أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتابع كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنه كان يعقد اكتماع عمل وأقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن مسؤولي الكريملين لم يتابع أيضا كلمة الرئيس الأمريكي مشيرا إلى أن الرد الروسي المحتمل على الأنخبات الأوروبية سيكون بعد أن يتضح محتواها أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودغيا إلغاء الاجتماع الذي كان مقرر مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الجمعة المقبلة وأخذ المؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شدد لودغيا على أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا كما أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على حزمة من العقوبات لدى روسيا أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا واصفا تصرفات موسكو تجاه أوكرانيا بأنها غزو إضافي للدولة ذات السيادة وأوضح ترودو خلال مؤتمر صحفي أن بلاده حضرت على الكنديين لانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية مشيرا إلى أنه سيتم فرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ومنع أي تعاملات مالية معها دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في شرق أوكرانيا مضيفا أن الوقت قد حان لاستئناف مصاري الحوار والمفاوضات وخلال مؤتمر صحفي أكد جوتيريش أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلوهانسيك ودونيسيك جمهوريتين منفصليتين عن أوكرانيا سدد ضربة قاضية لاتفاقات مينسيك أعلنت الشرطة الهولندية تحرير عدد من الرهائن احتجزهم أحد المسلحين في مدقر وسط أمستردام وأوضحت الشرطة الهولندية أن جميع الرهائن بخير مؤكدة اعتقال المسلح ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extranews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب هذه تحياتي لؤيا بازا شكرا على المتابعة إلى اللقاء